موسيقى خرجت اليوم في الخرطوم ودن سودانية عدة مظاهرات تحت شعار الوفاء للشهداء للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين ولإعلان رفض الاتفاق السياسي الذي وقعه كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة العائد إلى منصب عبد الله حمدوك في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وردد المتظاهرون هتفات تطالب بتسليم السلطة كاملة للمدنيين وفك شراكة مع المكون العسكري والقصاص لضحايا الثورة السودانية لسيما منصقة في الاحتجاجات التي اندلعت بعد قرارات البرهان في الخامس والاشيام الأكتوبر الماضي من جانبها أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل لدموع لتفريق متظاهرين في مدينتي نيالا والأبيض احتجاجات شارك فيها ألاف السودانيين في شوارع الخرطوم ومدن أخرى الخميس مطالبين بإسقاط ما سموه بحكم العسكر ومجددين رفضهم للاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي عاد لمنصبه بعد عزله واعتقاله لنحو شهر وسط احتجاجات واعتصامات الشارع السوداني هالمتظاهرون اعتبروا أن التخلص من حكم العسكر هو أقرب السبول لحقن الدماء حقن الدماء يكون بإبعاد المكون العسكري تماما من العملية السياسية منها واضحة وحنقول تاني رسالتنا في تنفيقيات مدينة الخرطوم إبعاد المكون العسكري تماما من العملية السياسية روح الربيع العربي الذي انطلق في عام 2011 في تونس والقاهرة وعدة عواصم عربية تراها مثلة هنا بالخرطوم وأم درمان ودارفور وكردفان وغيرها في مظاهرات اعتبرتها الأمم المتحدة اختبارا للجيش هالأحزاب السياسية البارزة وحركة الاحتجاج القوية في السودان تعارض توقيع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يوم الأحد الماضي لاتفاق مع الجيش واعتبره البعض غطاء سياسيا لاستيلاء الجيش على السلطة من جانبه دعا حمدوك قوات الأمن السودانية إلى تأمين مظاهرات الخميس وشروع في إطلاق سراح المعتقلين خلال المظاهرات السابقة لكن قوات الشرطة تعاملت بالشدة مع المظاهرات في بعض المناطق وفرقت المتظاهرين بقنابل الغاز في أمدرمان والأبيض ونيالا وكان البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي وضغط الشارع السوداني بإعادة حمدوك لرئاسة الحكومة وتعهد بالإفراج عن السياسيين المعتقلين من شركائه المدنيين في مؤسسات السلطة الانتقالية التي افترضوا أن تقود البلاد نحو حكم مدني من خلال انتخابات تجرى في عام 2023 ورغم إعادة حمدوك إلى موقعه فإن البرهان أبقى على التشكيل الجديد لمجلس السيادة الانتقالي الذي استبعد ممثل قوى الحرية والتغيير وقوى سياسية مدنية بما يبقي قوس الأزمة مفتوحا في السياق قال محمد حمدان حمدتي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني في تصريحات الجزيرة قبل قليل إن رئيس الحكومة عبدالله حمدوك كان متفق معنا على تغيير شامل للحكومة وضف أن حمدوك لم يكن حرا في عمله بل مقيدا بمواقف قوى الحرية والتغيير وتابع حمدتي همنا الآن الوصول إلى انتخابات حرة ونزهة تجنبنا الأزمات والاضطرابات السياسية وشار إلى أن قوات الدعم السريع قوات نظامية تسبع للجيش السوداني وليست قوات خاصة وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة وقال إن الثورة السودانية اختطفتها أحزاب معينة وبدلت التمكين السابق بتمكين جديد ولم تصغي لنصحنا على حد تعبيره مزيد من التفاصيل انضموا إلينا عبر الأقمال الصناعية من الخرطوم مبشرة مرسلنا محمد عمر محمد أخبرنا عن تفاصيل ما شهدته الخرطوم ومدن أخرى اليوم من تظاهرات وإلى مدى هذه التظاهرات كانت كبيرة وكيف تؤثر في صناعة المشهد السياسي الراهن في السودان نعم بالفعل حياة خرج التظاهرات في عدد من المدن السودانية من أبرزها الخرطوم ومدنها الثلاثة الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان هذه التظاهرات التي دعت لها لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين وأيدتها مركزية قوى الحرية والتغيير والحزب الشيوعي وعدد من التجمعات والنقابات العمالية التظاهرات انتظمت في ولاية الخرطوم خرجت تظاهرات من عدد من الأحياء هنا بشارع الستين هذا الشارع الذي أقف فيه الآن خرجت تظاهرات من المنشية والمعمورة والطائف واتجهت صوبة حي الصحافة الشرقية العاصمة السودانية الخرطوم وتقاطع محطة سبع حيث تجمعت هناك أعداد كبيرة من المتظاهرين رددوا هتافات مناوئة للحكم العسكري وكذلك طالبوا بضرورة تسليم السلطة للمدنيين كذلك خرجت تظاهرات في أمدرمان جميعها تجمعت بشارع الأربعين بأمدرمان المتظاهرون كذلك هناك رفعوا لافتات رافضة للاتفاق الذي وقع بين البرهان وحمدوك في 21 من نوفمبر الماضي كما نددوا بقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وكذلك قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي وطالبوا برحيلهما كما طالبوا كذلك بضرورة تحقيق أهداف الثورة من الحرية والسلام والعدالة ورددوا كذلك هتافات تطالب بالتحقيق في من قتل المتظاهرين في الأيام الفائتة أي بعد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الرابع وفي الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي التظاهرات كذلك حياة انتظمت مدنا وبلدات عدة في البلاد ففي ولاية الجزيرة كذلك خرجت تظاهر بمدينة ودمدني وسط السودان وكذلك عدد من التظاهرات خرجت في عدد من المدن بشرقية السودان القضارف وكسلة وخشم القربة وكذلك بور سودان أقصى شرقية سودان جميع هذه التظاهرات طالب فيها المتظاهرون بضرورة إرساء الحكم المدني والديمقراطي في البلاد كذلك في إقليم دارفور خرجت تظاهرات في مدينتي نيالة وكذلك الفاشر وفي ولاية شمال كردوفان خرجت تظاهر بمدينة علوبيض قابلتها الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وكذلك الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بشارع الأربعين بأم درمان مما أوقع سبعة وعشرين إصابة بين المتظاهرين وهم الآن يتعالجون بمشفى الأربعين بأم درمان معظم هذه الإصابات بحسب المصادر الطبية التي حدثتنا هي بسبب إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع وبعضها كذلك كانت بالاختناق جراء هذا الإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع على المتظاهرين من قبل قوات الشرطة في المقابل هناك من يرفض هذه التظاهرات ويرحب بقرارات قائد الجيش وكذلك بالاتفاق الذي وقع بين البرهان حمدوك ويعتبره كذلك مكملا للانتقال الديمقراطي في البلاد ومن شأنه أن يحقن الدماء ومن شأنه كذلك أن يحافظ على مكتسبات الثورة السودانية التي كانت قد تحققت في العامين الماضيين آراء متباينة حول اتفاق البرهان حمدوك وحول هذه التظاهرات هناك كذلك من يدعو لضرورة تحكيم العقل وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية وترك الخلافات جانبا والنظر للسودان بعين المصلحة التي يريدها السودانيون كذلك هذه التظاهرات طالبت بإصلاح ضروري في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمتظاهرون نددوا بالسياسات التي كانت قد اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية وطالبوا بضرورة إصلاح الأوضاع الاقتصادية وضرورة توفير العيش الكريم للمواطن السوداني نعم شكرا جزيلا مرسلنا محمد عمر كنت معنا مباشرة عبر الأقمال الصناعية من الخرطوم لك جزيلة شكر ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من الخرطوم النشط السياسي طلال إبراهيم الخواجة سيد طلال مرحبا بك طلال كيف كانت تظاهرات اليوم المطالب المرفوعة وما الذي تهدفون إليه من هذه التظاهرات في ظل الوصول إلى اتفاق سياسي بين رئيس الحكومة الذي يقيل ثم عاد مرة أخرى عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أنت لا تسمعني جيدا سيد طلال نعم سيد طلال أنا أسمعك جيدا سألتك عن تظاهرات اليوم ما الهدف منها وإلى أين ترون هذه التظاهرات تأخذ السودان خلال هذه المرحلة بعد توقيع اتفاق سياسي سيد طلال هل تسمعني يبدو أن لدينا مشكلة في الاتصال بسيد طلال الخواجة وربما نحاول الاتصال به مرة أخرى ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطومة الفريق إسماعيل جلاب رئيس الحركة الشعبية شمال القيادي في قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني كما ينضم إلينا عبر الإنترنت من سيدني المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين بشرة الفكي أرحب ضيفي واسمح لي سيد بشرة بأن أبدأ معك بسؤالك إلى ماذا تهدف هذه التظاهرات في ظل وجود اتفاق سياسي تم توقيعه بين سيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء المقال سابقا والذي عاد مؤخرا إلى منصبي بمجر بهذا الاتفاق ورئيس مجلس السيادة طيب في البداية بشكرك على الاستضافة وبحييك وبحيي مشاهدية الجزيرة مباشرة وبترحم على شهداء الثورة السودانية المظاهرات التي طلعت اليوم هي بتأكد أن الثورة السودانية وصلت مرحلة من النضوج اتجاوزت الأشخاص وأنه قطار الثورة ماضي بعزم أكيد لأنه يصل لنهاياته وركاب القطار من الثوار ما بيعيروا انتباه لأي حد ينزل في أي محطة من المحطات ولا بيعيدوا الحقائق بتاعته الآن جماهير الشعب السوداني بتأكد أنه ما تم ما بين البرهان والدكتور عبدالله حمدوك هو ما بيمثل إعلان سياسي بهم الجماهير وإنما هو عبارة عن عقد عمل ما بين مخدم اللي هو برهان والدكتور عبدالله حمدوك ولا يعني الجماهير في شيء الآن جماهير الشعب السوداني بهذه التظاهرات وهذه الحشود وعيت تماما لكل المحاولات اللي قاعدة تتم لقطع الطريق أمام الثورة بالوصول لأهدافها قطع الطريق منذ أبريل عندما انقلبت اللجنة الأملية بانحياز المزعوم للثورة وما بعد ذلك بالوثيغة الدستورية المعطوبة والآن بالتوقيع على هذا الاتفاق أو الإعلان السياسي ما بين البرهان وما بين حمدوك الآن جماهير الشعب السوداني تهدف من هذه التظاهرات إنها تأكد أن صوته هو الأعلى وأن هذه الثورة لا بد من أن تصل لنهاياتها وتأكد أن عزمة جماهير لأنها تصل بالبلاد لأنه تحقق الدولة المدنية الدموراطية الدولة التي تضع حد للتدخل بتاع المؤسسة العسكرية في السياسة وتضع حد للإغتيال والتنكيل والاعتقال وكل المسائل من شأنها إنها تذل الشعب السوداني وتذبح جماه ثورته وكل المسائل التي ممكن توقف تطور الدولة السودانية الآن جماهير الشعب السوداني بتأكد هذا وفي نفس الوقت جماهير الشعب السوداني بتؤشر بما لا يدع مجال للشك إنه المخذلين والإنقلابيين لا يمكن أن يكون جزء من المعادلة السياسية في مستقبل الأيام يعني لا يمكن على الإطلاق أن تكون المؤسسة العسكرية هي جزء من العملية السياسية المؤسسة العسكرية تحترم في حدود أداء لأعمالها ويترك الأمر للدولة المدنية الدموراطية الدولة التي تتجاوز كل مظاهر الفشل منذ الاستغلال وحتى الآن ودع فيه تجسيد حقيقي لشعارات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة وفيه برضو أن الناس تعرف أن التضحيات التي تقدمت والدماء التي سارت لا يمكن أن تكون عشان في النهاية يكون اتفاع ما بين حمدوك والبرهان لا يمكن أصلا يكون هذا الهدف من الدماء التي سارت في العالم نعم ابقى معي سيد بشرة الفريق إسماعيل جلاب سيد إسماعيل تبعت قبل قليل بالتأكيد تصريحات سيد محمد حمدان حمدتي والذي قال في واحد من تصريحاته الجزيرة قبل قليل أن حمدوك لم يكن حرا في عمله بل كان مقيدا بمواقف الحرية والتغيير وإنه كان متفقا معنا على تغيير شامل للحكومة إن كان عبدالله حمدوك متفق مع المؤسسة العسكرية مع الرؤية الجديدة التي وضعت في الخامس والعشرين من أكتوبر لماذا إذن تم احتجاز الرجل ولم يظهر سوى في الحادي والعشرين من هذا الشهر عندما ظهر موقعا على اتفاق سياسي لا يبدو أنه يرضي كل الأطراف ها التحية لك والتحية لضيفيك الكرام وأيضا التحية لمشاهدي قناة الجزيرة أول حاجة فيما يختص برئيس الوزراء أكشوالي رئيس الوزراء كان محاط بمجموعة قوى الحرية والتغيير وكان لا يمتلك القرار لاتخذ القرارات الصائبة في تجاه أو ما يصب إليه الشعب السوداني لذلك تم إحالته أو تم فصله وعاد باتفاق سياسي تم التوقيع عليه هو البرهان لذلك نحن بنفتكر أن هذا الاتفاق السياسي هي خارطة الطريق للفترة الانتقالية الثالثة الآن والآن الرئيس الوزراء عاد بكامل صلاحياته كرئيس وزراء وليس هناك حاضنة سياسية أو جهاد تملي عليه أو تقول له كيف يدير السودان لأن الفترة الفائتة مجموعة هو كما قلت مشكلة الدكتور عبدالله حمدو كان مخاط بمجموعة تملي عليه القرارات وما إلى ذلك لماذا لم يكن واقفا إلى جوار الفريق عبدالفتاح البرهان في الخامسة والعشرين من شهر أكتوبر الماضي على الأقل يساند بيان عبدالفتاح البرهان ويدرأ عن الرجل تهمة الانقلاب العسكري التي وجهت إليه ليس فقط من الداخل السوداني في مظاهرات الشارع ولكن أيضا من المجتمع الدولي خطاب أو قرار البرهان هو قرار تصحيحي ولم يقف معه رئيس الوزراء أنذاك حمدو لأن حمدو كان محاصر ومسير من قبل قوى الحرية والتغيير بدليل أنه حاول معالجة الأزمة أنذاك بتكوين خلية أو خلية معالجة الأزمة ولكن قوى الحرية والتغيير رفضت الجلوس مع الأطراف الأخرى وأيضا قوى الحرية والتغيير كان بيملي على رئيس الوزراء وأيضا قوى الحرية والتغيير يعني عملت انقلاب على الوثيقة الدستورية لأن الوثيقة الدستورية قبل أن نذهب إلى نقطة ما الذي فعلته قبل الحرية والتغيير مستغلة وأيضا اسمح لي بسؤالك وأعتذر منك إن فهم كلامي بطريقة لا تبدو مناسبة ولكن الذي يستمع إلى حجج من نوعية البرهان كان محاصرا بمجموعة الحرية والتغيير ولم يكن يملك قراره في ذلك الوقت وكأن الرجل ليس له إرث من العمل السياسي والديبلوماسي والاقتصادي وكأن الرجل حديث عهد بمنصبه إلى درجة أنه تؤثر عليه مجموعة تقولون إنها صغيرة ومحدودة واختطفت الثورة لماذا يبدو حمدوك في حديثك الآن وكأنه لا يستطيع القيام بمهام منصبه حمدوك كان الحاضنة التي هي قوى الحرية التغيير كانت تعتقد بأنها هي التي أتت بحمدوك فلذلك على حمدوك أنه يستمع لهم ويعمل حسب توجيهاتهم لذلك كان حمدوك لم يستطع عن يقود البلاد كما جاء في الوثيقة الدستورية أيضا القوى الحرية والتغيير كانت عملت حكومة بتاعت محاصصة أو حكومة حزبية في مخالفة واضحة للوثيقة الدستورية فلذلك هي مسألة بتاعت أصبحت مختطفة للثورة وأيضا بتعمل بأجندة أو تقود البلاد ليس كما جاء في الوثيقة الدستورية بالإضافة لذلك هناك طرف ثالث وهو طرف الأطراف العملية السلمية تم إقصائها تماما وأيضا المكون العسكري تم يعني أو تم النقوص عن المشاركة التي كانت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري فلذلك المشهد كان تديره قوى الحرية والتغيير لذلك طالب الشعب بضرورة حل الحكومة السابقة فبرفض قوى الحرية والتغيير لم يستطع رئيس الوزراء نذاك عبدالله حمدوك بحل الحكومة وتكوين حكومة التكنقراط وكفاءات مستقلة كما جاء في الوثيقة الدستورية نعم ابقى معي سيد إسماعيل ينضم إلينا عبر الأقمال الاصطناعية من الخرطوم سيد إبراهيم الأمين نائب رئيس حرية والتغيير المجلس المركزي سيد إبراهيم مرحبا بك وأتمنى أنك قد استمعت معنا إلى هذا النقاش الذي كان دائرا قبل قليل وداني أسألك حمدوك تحرر من سطوتكم كحرية وتغيير والآن أصبح قادرا على ممارسة مهام عمله هل تتحملون أيضا هذا الوزر إن صح القول فيما يتعلق بأخطاء الحرية والتغيير تجاه الثورة السودانية سيد إبراهيم هل تسمعني يبدو أن لدي مشكلة في الاتصال مع سيد إبراهيم الأمين سأحاول مرة أخرى ونحاول مرة أخرى استعادة لاتصال مع سيد إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي والقيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أعود إليك سيد بشرة سيد بشرة استمعت إلى مقاله الفريق إسماعيل جلاب ودعني أسألك هل عودة حمدوك تمثل في هذه اللحظة استعادة للثورة هل تمثل قدرة الشارع على المضي قدما بثورته والتحول إلى الحاضنة التي كان يريدها حمدوك ولم يستطع الحصول عليها عندما كان متأثرا بالحرية والتغيير بالتأكيد لا طبعا وأنا استمعت لحديث الجنرال جلاب وحقيقة نحن نأسف حقيقة لأنه مفترض أنه العاملية السلمية وعاملية السلام مفترض أنهم يجوا ويرجحوا كفة المدنيين ولكن للأسف أتوا ليرجحوا كفة العسكريين الاتفاق الحصل ما بين برهان وحمدوك ما فعله أنه أعطى قبلة الحياة للإنقلاب وهو كان مسألة بتاعة شرعنا لإنقلاب البرهان الأخ ضيفك الكريم كان بيتحدث عن اختطاف أنا لا أدافع عن الحرية والتغيير لأن أساسا كنا وضعنا كان عندنا رايف الحرية والتغيير أو عندنا رايف الوثيغ أصلا ولكن ما حدث أنهم رفضوا أن الحرية والتغيير تعمل إنقلاب بينها تقوم بما تعمل المسألة كفاءات مستقلة وقبلوا أن البرهان يقوم بإنقلاب ويخترق الوثيقة الدستورية نفسها إذا كان الدكتور حمدو كان محاطا بالحرية والتغيير وكانت الحرية والتغيير بتمنع من أنه يؤدي عمله فالبرهان قام باحتقال الدكتور عبدالله حمدو ووضعه في الإقامة الجبرية ومنع منه الاتصالات وقطع منه كل ما يمت بالعالم بصلة وبعد ذلك يطلع معه وعمل معه يتفاد أنا أفتكر أنه هي المسألة مختلفة تماما يعني مسألة فيها مفارقة الآن أنا أقول لك بصراحة أنه رفضنا للإنقلاب بشكل كامل أنه الإنقلاب لابد من أنه يدحل وإذا كان الاتفاق كان القرض منه حغن الدماء فحغن الدماء هي ما بتتم إلا بمحاسبة القتلة وإنه عشان ما يتكرر هذا الفعل مرة فأنا أفتكر أنه ما يقال الآن من أنه الدكتور عبدالله حمدوك أتى لأنه سيدلوك تحر فالدكتور عبدالله حمدوك ليس حرا والدكتور عبدالله حمدوك شاهدناه في ثلاث لقاءات يمكن تكون دي أكثر مرحلة الدكتور عبدالله حمدوك ظهر فيها لجماهير الشعر السوداني وخاطبهم في الفترة التي فاتت لا يطلع للجماهير ويشرح لهم لكن هس دي الوقت حقيقة لأنهم هم في المحق هس دي الوقت دي محاولة على طريق قدام الثورة سمعنا كلامه وهو كان يتحدث أنه لا ما عنده في جعبته أي شيء يمكن يقدم للجمهر وضحت الفكرة سيد بشرة النهاردة كان السيد البرهان بتعيين عبدالعزيز فتح الرحمن عينه القاضي القضاء وعبدالعز فتح الرحمن الرجل هو إسلام معروف من النظام السامق والبرهان هس للوقت قاعد يعيد في لول النظام السامق عشان يتمكنوا من السلطة فهذا ما يحدث الآن والدكتور عبدالله حمدق ليس في يده شيء نعم وضحت الفكرة سيد بشري ابقى معي استعدنا لاتصال مع سيد إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي والقياد بقوال حرية والتغيير المجلس المركزي سيد إبراهيم قبل قليل محمد حمد نائب رئيس مجلس السيادة قال في تصريح للجزيرة أن حمدق لم يكن حرا في عمله بل كان مقيدا بمواقف الحرية والتغيير وإنه كان متفقا معنا على تغيير شامل للحكومة سيد إبراهيم هل أصبحتم الآن الطرف الذي يتحمل كل أعباء وأوزار المرحلة السابقة بما في ذلك عدم قدرة الدكتور عبدالله حمدوك على القيام بمهام عمله وعدم قدرته على ترجمة اتفاقه مع المكون العسكري في الرؤية للمضي قدما بالمرحلة الانتقالية هذا بسم الله الرحمن الرحيم أنا في الحقيقة يعني التحية لقناة الجزيرة المباشر لأن حقيقة أن نقلت ما يحدث في السودان بمسؤولية وأن هي كمان اهتمت بالأقاليم وثورة ديسمبر المجيدة بدأت من الأقاليم حقيقة أي حديث عن محاولة هيمنة المكون العسكري على السلطة ما في محله لأن مع بداية تكوين المجلس العسكري كان اهتمام كله أن ينفردوا بالسلطة وأن يدخلوا في تحالف مع قوة غير الحرية والتغيير وحتى التصفيات التي تمت لعدد من الضباط من ابن عوف وما دون كانت في إطار السراع الذي كان الهدف منه أشخاص معينين لسيطر على السلطة النقطة الثانية أنهم ما لجوا أو ما يعني التوافقوا على أن يكون في حوار مع الحرية والتغيير إلا بعد أن حدثت جريمة فضل الاحتصام وكان الرد مليونية من الشعب السوداني أكدت أن الشعب السوداني لا يقر والشعب السوداني لا يمكن أن يحكم بالحديد والنار طيب حتى في الفترة بتحت التفاوض كان هدف أن يكون ليه هنا الغلبة وبعد تكوين الحكومة كان دائما أنهم هم يحاول إضعف المكون المدني في المجلس السيادة وكان يحاول إضعف الجهاز التنفيذي وكانت كل الصلاحيات الموجودة ونحن في نظام برلماني النص فيه أنه مجلس السيادة هو مجلس تشريفي ويحتمد فقط ما يصدر من غرارات من المؤسسات وللدرجة لأنه قلنا أي غرار يعني يصدر من أي مؤسسة ويبشي للمجلس السيادة الاحتماده في ظرف 15 يوم إذا ما احتمدوا يرجع لأجهة الأصدرته وتوافق عليها فكان محاولة بأنك تضع المجلس السيادة مجلس تشريفي في نظام برلماني الآن أكبر تحول حصل أنهم هم هيبنوا على مجلس السيادة وقالوا مجلس السيادة له الإشراف على الفترة الانتقالية دون التدخل في غرارات مباشرة في غرارات الجهاز التنفيذي الجهاز التنفيذي بنفذ لكن في الغرارات عندها مصدر الغرارات هذا يعني تالما هو إشراف أنهم سيدخلوا كمصدر للغرارات بالتالي أضعفت عبدالله حمدوك وعبدالله حمدوك بهذه الصفة ما هو إلا سكرتير لسيد رئيس مجلس السيادة وإن كان نحن مجلس السيادة في النظام البرلماني هو عبارة غرار غرار أي غرار وحتى رئاسة قائد أعلى للقوات المسلحة فالمجلس السيادة بإجماعه هو صاحب الغرار وليس رئيس المجلس حمدوك حقيقة وقع في مطب في المرة الأولى تخلى عن صلاحياته للمجلس العسكري وده الأدى أنهم هم بقوا مسؤولين على السلام وبقوا مسؤولين على الاقتصاد وبقوا عمل التغييرات التي حصلت في الوسيقى الدستورية الحدث الأساسي الذي أدى للإنقلاب حكتين الأولانية أنهم هم شعروا أن قضية فضة الاحتصام أخذت بعد ربما أنها تحتاج إلى غرار وهذا الغرار يعني بأنهم هم عرضة للمساءلة والمحاسبة السابة الثانية هم لا يمكن أن يقبلوا بأن يكون هناك شخص مدني يتولى قيادة المجلس مجلس السيادة فعملوا الإنقلاب على أساس أنه وشعروا بأنه حمدوك من السهل جدا التعامل معه وبالتالي كانت هناك عمل واضح جدا للتمويه حمدوك رجل مهم ونحن قابلناه وما عندنا والمشكلة هي المشكلة بتاعة الحرية والتغيير طيب لو كان حمدوك في الظرف هذا وكان فيه هو وزير رئيس الوزراء وفيه رئيس مجلس السيادة كان العمل يمشي بالطريقة بترضيهم لكن الآن الهدف على أساس أنه حمدوك يأتي بلا صلاحيات وهم يستطيعوا أن يتخذوا أي قرار مناسب بالنسبة لهم لذلك أنه الاتفاق هو محاولة لمزيد من الصلاحيات للانقلاب والانقلاب بالصورة التي تم بها يعني قطع الطريق على أي تحول ديمقراطي لأنه حتى الوسيقى اللي يحاولوا يعني دلوقتي يتكلموا عليها دلوقتي فيه أربعة أو خمسة نسخ يعني موزع على الناس وكان فيه اهتمام كبير جدا اسمح لي بالوقوف عند هذه النقطة قبل الانتقال إلى نقطة الوثيقة سيد إبراهيم ولكن ما تقوله يستدعي أنا أسألك أين كنتم أنتم كحرية وتغيير أنتم الذين وفرتم كما يفهم الحاضنة السياسية لدكتور عبدالله حمدوك أين كنتم وما تقوله الآن يحدث يتم السيطرة على القرارات يتم السيطرة على البرلمان لماذا لم يتم تشكيل البرلمان بعد تسعين يوم كما كان مقررا وفقا للوثيقة أين كنتم كحرية وتغيير من أمانة الثورة أنا 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 صريح صريح معك جدا أنا يعني لا لا ألوم العسكرين فقط أنا ألوم المدنيين اللي في الحرية والتغيير وأنهم هم عندهم من الأخطاء اللي لا تعد ولكن الجريمة الكبرى هي جريمة الإنقلاب أنا ما عندي مانع أنه تحاسم الحرية والتغيير وأي شخص أخطى في الحرية والتغيير لحاسب لكن الإنقلاب يعني أنك أنت غيرت مسار الحياة السياسية بالصورة لأنك تتحكم فيها وتبعد ما تريد أن تبعده وتقرب الأشخاص اللي ممكن أنك تتحكم في مساره هذا الفريق بين الاثنين هناك خطأ من الحرية والتغيير هذا الخطأ يجب أن يعالج ويجب أن يحاسب من الأخطاء لكن لا يمكن أن يعالج بإنقلاب أنت تقول سيد إبعاهم أنك صريح جدا معي وتحدثت عن فضل اعتصام كواحدة من النقاط التي ذكرتها قبل قليل ولكن اسمح لي حتى اللحظة لم نعرف من الذي فضل اعتصام تلميحات من هنا وتصريحات من هناك ولكن لم يخرج علينا أحد بتقرير واضح بحقيقة واضحة باتهام واضح ويقول فلان الذي أصدر أفرار هذا خطأ نعم تفضل هذا خطأ يحاسب عليه الحكومة والمجلس التنفيذي لأن حتى الليلة التي كوهنت كل ما يقال وكل ما يصدر من تصريحات لا يمكن أن يغنع أي مواطن سوداني ولا يمكن أن يغنع أي إنسان مهتم بتطبيق العدالة وأن لا يكون هناك أن لا يفلت المحتدين من العقاب ولماذا سمحتم سيد إبراهيم للحكومة بأن ترتكب مثل هذا الخطأ لماذا سمحتم لها أين ثوريتكم أين شرعية وصولكم إلى السلطة ألم تكن الثورة هي التي أتت بكم إلى السلطة؟ يا سيدتي أن أتى للسلطة هو الشارع وأنا أفتكر الشارع هو أكثر تقدما من قياداته لذلك نحن الإصلاح سيتم بالشارع زي ما التغيير تم بالشارع الحكومة مغصرة والمجل السيادة مغصر لأنه لا يمكن أن تكون حكومة ما يكون فيها مجلس تشريعي كما ذكرتي ولا يكون فيها محكمة السورية ولا يكون فيها رئيس غضاء ولا يكون فيها رئيس للنيابة بالتالي فإنه كانت مصلحة الطرفين مجلس السيادة ومجلس الوزراء أنهم هم يحكموا ويتمكنوا وده الحديث دي الوقت اللي بيقوله بعض العسكريين أن حمدوق متفق معهم في بعض القضايا معنا كده أنه نحن يجب أن نرجع للشارع ونرجع للتغيير اللي بيحفظ للبلد كرامته واللي يمكن أن تجي قيادة هذه القيادة ملتزمة بشعارات السورة وفي نفس الوقت تقدر تكون حكومة تستمد صلاحياتها من الشعب السوداني نعم ولكن سيد إبراهيم أظل في النقطة التي كنت معك فيها عندما لا يتم الإفصاح عن من الذي فض اعتصام القيادة العامة ونأتي الآن للحديث عن خطأ الحكومة ألا يعد ذلك يعني إساءة للثورة التي كان من المفترض أن أحد أهم شعارات هذه الثورة هو العدالة لماذا لم يتم الوقوف على رأس العدالة في تحقيق هذا الأمر من الذي فض الاعتصام لماذا لا تفسحون حتى اللحظة من الذي اتخذ قرار فض الاعتصام يا سيدتي أنا كما ذكرت إليك الثورة هي الشارع هي الشعب السوداني من تقلد أي موقع في الثورة سواء كان في الحرية والتغيير أو في المجلس السيادة أو المجلس التنفيذي قطعا أنهم أقل قام من الثورة لذلك يجب أن نعترف بأن هناك خطأ كبير جدا في التعامل مع القضايا الكبرى من ضمنها غير فضل الاعتصام وده بتأكد بأنه يجب أن تكون هناك مراجعة ناغدية لنا جميعا هذه المراجعة تبدأ بأننا نحن نرجع للثورة ونرجع للشارع والدليل أنه الثورة قوية وشعارات واضحة جدا أنه الشعب السوداني كل واقف معه فالشيء اللي حصل الليلة أكد أنه الجيل مختلف عننا كلنا ده الجيل يعني يعني الوعي بتاعه متقدم جدا جيل ارتباطه بالمستقبل والغضايا المستقبلية واضحة جدا عشان كده ما بيقبل أنصاف الحلول أي أنصاف حلول تتم بين شخصين بين برهان وحمدوك أو تتم حتى بين بعض الناس اللي بيدخلوا لأنه الآن في مجموعة من الناس بتحاول أنها يعني تطمس معالم الغضايا ويصلوا إلى صيقة هذه الصيقة يتحكم فيها المجموعة من العساكر في مستقبل السودان وما يكون في التغيير المطلوب لذلك هذا لا محل له في المستقبل يجب أن نقف مع السوار ويجب أن نقف مع الشارع ويجب أن يحدث التغيير وتحدث المحاسبة للكل الحرية والتغيير والمجلس الوزراء والمجلس السيادة كيف تردون سيد إبراهيم على الاتهام قبل قليل الذي قاله السيد محمد حمدان حمدتي عندما قال أن الثورة السودانية اختطفتها أحزاب معينة وبدلت التمكين السابق بتمكين جديد ولم تصغي لنصحنا أولاً الثورة لا يمكن اختطفها أحزاب معينة قد تكون بعض الأحزاب استغلت المناقب بتاع الثورة ووصولها إلى مواقع هي بأصبعت عندها نفوس فيها وارتكبت من الأخطاء نعم هناك أخطاء لكن هذا لا يعني بأننا نهتم بالأشياء الصغيرة ونترك الغضية الأساسية يعني نحن نتكلم عن السلام لم يكتمل السلام إلى اليوم بنتكلم عن الأمن ما ذالت أنه السيولة الأمنية الإنسان أصبح ما آمن حتى في بيته بنتكلم عن أنه الثورة في بدايته تكلمت عنه توفير الحياة الكريمة للمواطن لا توجد دولة لذلك أنه العلاج لهذه القضية يتم بمواجهة هذه التحديات بالصورة التعالج هذه المشاكل وفي نفس الوقت تعطي السلطة لمن يرتبط ارتباط كبير بالجماهير ويسعى إلى التحول الديمقراطي والدولة المدنية نعم ابقى معي سيد إبراهيم في الدقائق التالية أريد منكم أنت وسيد إسماعيل جلاب أن يعني تشرح للمشاهد أين يقع الخلاف في الضبط في ظل وجود اتفاق سياسي سيد إسماعيل جلاب لماذا يقف المتظاهرون في الشارع الآن رغم وجود اتفاق سياسي ألم يكن هذا الاتفاق كاف بأن يعود المتظاهرين إلى بيوتهم أو المتظاهرون إلى منازلهم أول حاجة أتركني أن أوضح لبشرة بأننا وقفنا مع الشعب السوداني وذلك عندما أتينا للخرطوم في لجنة حسن النواية صرحنا في مطار الخرطوم بأننا جئنا لنقف مع الشعب السوداني وجئنا أن نقف مع السوار والكنداكات وفعلا ذهبنا إلى ميدان الاعتصام أو اعتصام القيادة العامة وتم اعتقالنا ونفينا إلى جنوب السودان في الوقت الذي كان هم يتفاوضون مع المجلس العسكري في ذلك الوقت هذه واحدة الحاجة الثانية المظاهرات الشعب السوداني لهم حق أنه يتظاهر أو يرفض الاتفاق السياسي هذا من حقهم بنفس القدر هناك من أيدوا الاتفاق السياسي وأيضا هناك من أبدوا رأيهم وموافقتهم في الاتفاق السياسي بأن هذا الاتفاق السياسي هي خارطة الطريق الذي ممكن أن يخرجنا من هذا الوضع نعم سيد إسماعيل ولكن هناك خارطة الطريق تم وضعها بالفعل والكل يقول أنه متمسك بها ومتمسك بمدنية الدولة وعدم عسكرتها المتظاهرون في الشوارع يطالبون بدولتين مدنية وما تم بالاتفاق السياسي بين الدكتور عبدالله حمدوك والفريق عبدالفتاح البرهان لا يوفر ذلك البند وخاصة أن مسألة الانتقال أو انتقال رئاسة مجلس السيادة كان من المفترض أنها في شهر نوفمبر تنتقل من المكون العسكري للمكون المدني وهذا ما لم يحدث لا بقرارات عبدالفتاح محمدوك في 21 أول حاجة الفترة الانتقالية هي شراكة بين المكون العسكري والمكون المدني ومسألة انتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني لم يحن وقتها بعد من الذي يقرر أيضا في الاتفاقية بتاعت السلام تم زيادة الفترة الانتقالية ل39 شهر ويبدأ من توقيع اتفاقية السلام الذي وقع في 3 أكتوبر 2020 فهذا هو الوضع نعم وبحساب هذه الفترة كان من المفترض أن يتم تسليم رئاسة المجلس للمدنيين في شهر نوفمبر بحساب هذه الفترة بحساب هذه السنة لذلك أقول لم يأتي الوقت بعد الحاجة الثانية عفوا سيد إسماعيل عفوا سيد إسماعيل عفوا سيد إسماعيل سيد إبراهيم سيد إبراهيم متى يجب أن يتم تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين نعم أنا 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 اختلف اختلاف كبير مع أخي خميس لأنه حقيقة يعني في أشياء حتى في الوسيغة الدستورية لما حصلت الاتفاقية السلام ونحن السلام بالنسبة لنا قضية مركزية لها الأولوية المطلقة هناك في الوسيغة الدستورية نص واضح جدا كان أخواننا في المجلس العسكري بيعتقدوا أنه لازم تكون عندهم رئاسة دائمة للمجلس السيادة ويكون عندهم غالبية الأعضاء في مجلس السيادة دخلنا في حوار أو تفاوض شرس جدا توصلنا في الآخر على أنه يكون الغالبية في المجلس المكون المدني ويكون الرئاسة التبادلية وكان تحديد مواعيد لاستلام الشخص المدني لرئاسة مجلس السيادة بعد الفترة التي يغضيها الشخص العسكري وكان في الحتة دي لما جوا في جوبا عدلوا في الوسيقى الدستورية المادة 1939 من دمن التعديلات لم يتطرقوا إلى نص يعطي المكون المدني الحق في رئاسة مجلس السيادة وعشان كده هما بيتكلموا يقولوا مواعيدة ما جاءت لكن ما في نص واضح جدا يعني كانت أنه سحبت يعني في كمصفوفة في المصفوفة أنه المكون المدني يتولى رئاسة مجلس السيادة في التاريخ كذا نجل النقطة الثانية أنا أفتكر نقطة مهمة جدا اللي هي على أساس أنه الاتفاق ده تم بين مؤسسة مكون عسكري برئاسة البرهان وبين شخص واحد هو بحو حمدوك لا يوجد أي شخص ولا أي مجموعة ولا مكون مدني ولا سواء كان حرية وتغيير كان عندهم رأي ما عدا مجموعة مختارة وكانت تم انتقاءها بأنها تلعب الدور ده تحت مسمى الوسيط ولكنها كانت منحازة للمكون العسكري وهي اللي عملت العمل ده والتاريخ حايدين أنا أفتكر الناس اللي هم عملوا الوسيق اسمح لي أن أحمل هذه النقطة سيد إبراهيم سيد إبراهيم اسمح لي أن أحمل هذه النقطة وأعتذر منك على المقاطعة وأعود إلى سيد إسماعيل سيد إسماعيل هل قمتم بإقصاء الآخرين كما تتهمون الحرية والتغيير بأنها قامت باختطاف الثورة واختطاف السلطة والسيطرة عليها ألا يبدو أنكم الآن تقومون بالفعل ذاته بشكل أوضح وبتنسيق كامل مع المكون العسكري فقط طيب أول حاجة خليني أوضح الآت بأن حزب الأخ دكتور إبراهيم شارك في سياغة الاتفاق السياسي وهذا قاله مني بصورة واضحة جدا حتى عند التوقيع على الاتفاق السياسي أتى الرئيس حزب الأمة والأمين العام للحزب الأمة لحضور التوقيع ثم انسحبوا قبل التوقيع ثانيا لم نقصي أحد من الحكومة بل أنه تم إقصائنا وتم احتكار الحكومة بغسط مجموعة قوى الحرية التغيير بل طرحنا ميثاق التوافق الوطني ودعينا فيها إلى توسيع قاعدة المشاركة وأيضا دعينا إلى حوار حوار شامل يسمي كل المكونات ولكني هنا سيد إسماعيل أناقش ولكني هنا أناقش واسمح لي بالوقوف عنده النقاط بشكل محدد أنا هنا أناقش سيد لا أسمح لي أن أرود لو سمحت نعم اسمح لي أنا هنا أناقش الاتفاق السياسي الذي وقع بين البرهان وعبد الله حمدو لا أناقش الاتفاق الذي وقع في جوبا نعم 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 أنا أتحدث أنا أتحدث أن الاتفاق الذي وقع بين البرهان وحمدو وحزب الأمة شارك في سياغة هذا الاتفاق السياسي نعم أنتم تعبون على الأحزاب الأربعة. أنهم كانوا يشكلون حكومة حزبية. ولكن عندما يشاركوا حزب في عقد اتفاق. فذلك مشروع. ألا ترى أن هناك الكثير من التنقضات هي دولة مدنية. ولكن يحدد مساراتها المكون العسلين. ألا ترى أن هناك تنقض سيد جلاب. عندي رد. تفضل سيد إبراهيم. لا. ليس هناك. تسمح لي أن أرود. نعم. ولكن اسمح لي أن أسمع إلى رأي وآتي لي. أنا في الحقيقة نعم. تفضل سيد إسماعيل للجلاب. وبعد ذلك أذهب إلى سيد إبراهيم. ليس هناك تناغض. لأن الأطراف التي كانت تدعو للحوار. وأيضا رئيس الوزراء هم الذين شاركوا في ذلك. وكان هناك الباب مفتوح للحوار. وهناك الإدارات الأهلية. ومنظمات المجتمع المدني. سيد إسماعيل. الاتفاق وقع بين الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المقال. بعد احتجازه لفترة تصل إلى شهر تقريبا. أو أكثر تم احتجازه. وخرج الرجل موقعا على الاتفاق. الاتفاق لم نرى في توقيعه أي أحزاب أو منظمات مدنية أو مجتمع مدني. اسمح لي بالعودة إلى سيد إبراهيم. سيد إبراهيم ممكنك أن تقول التعليق الذي أردتك. هناك منظمة. أنا أتفق معاك تماما. أتفق معاك تماما. لأنه ما احترامنا يا أخ جلاب. ما احترامنا للمنظمات السياسية والحزاب السياسية. لكن هنتكلم عن حدث محدد. هذا الحدث أن السيد رئيس الوزراء تم عزله عزل تام. ومورسة عليه من الضغوط هو نفده. لكن الناس الذين اتصالوا به في الفترة أو إن كان مباشرة أو قير مباشر أكدوا أنه كان معزول عزل تام. وكان في شخصين فقط هم الذين يتولوا نقل أي معلومة له أو منه. لكن لا يمكن أن يكون فيه اتصال مباشر مع أي شخص آخر. وبعدين الشخص تجيبه من معتقل يعني في ظروف سيئة جدا وترفض أنه التغي حتى بالقوى السياسية المختلفة أو مجلس وزراءه عشان يمشي يوقع اتفاق دون أن يكون متابع الذي حصل من نقاش في الاتفاق هذا. النقطة التانية وأنا أقولها بالسلطة العالي نحن في حزب الأمة حزب الأمة حزب جماهيري وحزب الأمة حزب دموغراطي وحزب الأمة لعلمك فيه تيارات هذه التيارات تتفق على المبدأ العام لذلك ما تم من اتفاق اجتمع المكتب السياسي لحزب الأمة بالأمس وطلع بيان البندى الأول في البيان أن حزب الأمة بأكد موقف يرفض الإنقلاب العسكري ويرفض كل ما يترتب عليه من من تبعات لذلك حزب الأمة الموقف موقف المكتب السياسي أو موقف البلق في حزب الأمة هم عندهم رأي فيما حدث إذا كان في شخص أو اتنين أيا كان مستوى رئيس الحزيب ولا نائب رئيس الحزيب ولا الأمين العام نعم هم اتخذوا الموقف وهما لما نحن ناقشناهم بالأمس قالوا نحن يعني انسحبنا وما حضرنا التوقيع وما كذا ده ما مهم لكن المهم دراي حزب الأمة من الاتفاق ودراي وده غرار المكتب السياسي ونحن ملتزمون بما اتخذ من غرارات من المكتب السياسي أي كلام تاني ما عنده أي معنى نعم وضحت الفكرة سيد إبراهيم وقبل أن أذب لسيد بشرة في تعليق أخير ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم اللواء محمد نعمة الله الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد قبل قليل كان هناك تصريحات لسيد محمد حمدان حمد تحدث فيها عن قوات الدعم السريع وإن هذه القوات قوات نظامية تتبع للجيش السوداني وليست قوات خاصة وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة لماذا إذن كانت هناك مطالبات واضحة من كل قوى الثورة تقريبا بضرورة إعادة هيكلة مسألة قوات الدعم السريع تحديدا وضبطها داخل القوات المسلحة السودانية سيد محمد شكرا جزيلا على الصدافة والتحية لدنوفك الكرام وأنا أعتقد أنه الحديث عن القوات المسلحة وهي تلك القوات المسلحة ظل طبعا واحد المطالب الكثيرة نعم فقدنا الاتصال بي اللواء محمد نعم طل الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم شكرا جزيلا لك سؤالي الأخير لك سيد بشرة الفك سيد بشرة يعني تبعت هذا النقاش والاتهامات المتبادلة ونحن نرى شارع حتى اللحظة ما زال يهتف ويرفع اللاءات سودانية معارضة ثلاثة لا تفاوض لا شراكة لا هناك لا ثالثة اسمح لي بتذكرها هناك لاءات ثلاثة معارضة ترفعونها في الشارع هل تعتقد أن الشارع قادر على الصمود حتى تحقيق هذه اللاءات الثلاثة رغم الدعم الدولي للاتفاق الأخير الذي وقع بين دكتور عبدالله حمدوك والفريق عبدالفتاح البرهان لا تفاوض لا شراكة لا شرعية بالتأكيد يا سيدتي أن الشارع لأنه تجرب الأدوات السلمية والشارع أساسا عنده عزم أكيد أنه يصل بالثورة لنهاياته حقيقة ثورة ديسمبر هي ثورة متفردة وثورة حقيقة هي متجاوزة يعني كما قال الأستاذ إبراهيم الأمين أو الدكتور إبراهيم الأمين أنه هذا الجيل جيل مختلف تماما على الأجيال السابقة والمشكلة أنه النادي السياسي القديم لم يفهم طبيعة هذه الثورة هذه الثورة هي ماضية قدما في أنها تحقق شعاراته مع كل العوامل التي تحصل لقطع الطريق أمامه وهذا الجيل بوعي يعني كبير جدا جدا قادر يفهم كل المتحاولات دي نحن في ديسمبر من ما قمنا بالثورة ما كان العالم الرسمي كان واقف مع جماهير الشعب السوداني وده حقيقة مفترضة أنه الناس كلها تسلم بها أنه نحن مشاهدة في الثورة لمدة ستة شهور كان جماهير كان جماهير الشعب السوداني ما في أي جهة بتدعمها أيها نعم جماهير الشعب السوداني قدرت أنها تكسب احترام شعوب العالم الحر ولكن العالم الرسمي أصلا ما كان مع الثورة وكان بالعكس كان بيفتكر أنه إذا كان ما في ديكتاتورية أو عمر البشير أو الفوضى ولكن نحن أثبتنا أنه عندنا القدرة لإنتاج تجربة سودانية متفردة وتصبح هي علامة من علامات الثورات في العالم من ناحية أن الثورة هي حتصل لنهايتها الثورة أسنل الوقت ثلاثة سنين من 2019 الليلة جماهير الشعب السوداني حتى الآن موجودة في الشوارع عشان تحمي وتحرس هذه الثورة الثورة حتى الآن بترتفع الشعارات بتاعاتها وهتافاتها حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب ولما كنا نحن بنقول تسقط بس تسقط بس دي قطيعة مع كل القديم البالي مع كل الممارسات تحت الناج السياسي القديم إنه جماهير الشعب السوداني عزمت عزم أكيد فإنها تبني دولة مدنية ديمقراطية عند كل الأسباب بتحت النجاح ودولة حديثة ولأنه نحن كسودانيين نتكر أننا مؤهلين لها لأننا نحن مؤهلين من ناحية الموارد ومن ناحية المورد البشري نعم وضحت الفكرة نعم وضحت الفكرة سيد بشرة الفكي اسمح لي بالاعتدار منك فنحن قد تجاوزنا وقتنا في هذا النقاش وبالتأكيد سنواصل تغطية الملف السوداني في الأيام القليلة القادمة وعلى مدار تغطية الثورة شكرا جزيلا سيد بشرة الفكي المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين شكرا كذلك موصول إلى الفريق إسماعيل جلب رئيس الحركة الشعبية شمال والتغيير المجلس المركزي شكرا جزيلا لكم جميعا مشاهدين المسايا مستمرة وبعد قليل محكمة عسكرية ليبية تصدر حكما بالإعدام على لواء المتقاعد خليفة حفتر على خلفية قصف كلية الدفاع الجوي ومكتب المدعي العام العسكري بمسرط يقول إن الحكم بحق حفتر يعد مانعا قانونيا لترشحه للانتخابات رياسيا